حياة يوم بعد التاني بيزداد فخرنا بالنادي الأهلي فخرنا كأهلوية وكمان فخر مصر فخر مصر وأفريقيا بالنادي الأهلي طبعاً لأن النادي الأهلي دايماً بيكون في حتة تانية في مكانة مختلفة بيشهد بيها كل المنافسين قبل أبناءه الحقيقة بكل أمانة دائماً ما نجد منافسين النادي الأهلي بيشهدوا له بالاحترافية والنظام وعدالة وتطبيق المبادئ بعيداً عن أي نتائج من كسب من اتعادل من خسر تمام دي بتبقى في الكورة بساعة بنكسب بساعة بنخسر حاجة حنتكلم في هذا الأمر ولكن دائماً يظل النادي الأهلي هو فخر مصر الحقيقة في الرياضة المصرية ودائماً ده اللي احنا بنشوفه من خلال أوجه الناس كلها وجوه الناس كلها لما بيحصل حاجة في النادي الأهلي لأنه بنقول كده ليه لأنه الحقيقة استكمالاً لرعاية النادي الأهلي والعقود اللي بيعملها واللي بتعتبر عقود تاريخية الحقيقة في مصر وإفريقيا يمكن الناس كتير قوي هتقول لي انت عمال تفخم وتعظم وتكبر والله يا جماعة يمكن عشان أنا في الموضوع شوية فببقى عارف كيف تعمل الشركة المتحدة مع النادي الأهلي عشان يقدروا يجيبوا حاجة تليق باسم النادي الأهلي وبسمعة النادي الأهلي الموضوع مش بسيط زي ما حضارك متخيل أنه أنا معرفش الناس بتتخيل في هذا الأمر إزاي ولكن مهندس سيف الوزيري والأستاذ محمد يحيى مع الكابت الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في الجانب الآخر الحقيقة مش عايز أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل عشان نصل لهذه الأرقام الأرقام اللي إحنا الأرقام في الفلوس يعني فالأرقام اللي بتيجي للنادي الأهلي صدقوني بتيجي عشان اسم النادي الأهلي وبتيجي علشان المميزات اللي بتديها الشركة المتحدة للناس كلها معها اللي هي مميزات النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي ومقرات النادي الأهلي و19 لعبة موجودة في النادي الأهلي أشار ليهم كابتن محمود الخطيب النهاردة حاجات كتيرة جداً هنتكلم فيها ولكن الموضوع مش بسيط الموضوع مش إننا يلا جماعة تعالوا نقعد نتكلم فخلاص الموضوع خيرس لا الأمور بتاخد شهور طويلة جداً من التفاوض ومن حاجات داخلية بقى جوا العقد يعني ما نقدرش نتكلم فيها وميك ما نعرفهاش فما نقدرش نتكلم فيها فلكن اللي عايز أقوله لحضرتك إن اسم نديك كبير افتخر باسم نديك اتبسط باسم نديك هنتكلم في الكورة وفي الرياضة وحنتكلم في اللي بيحصل في الكورة وتعادلنا إزاي مع سانداونز وحنعمل إيه الفترة اللي جاية وحنتكلم في كل الكلام ده ولكن هنتكلم وإحنا فخورين هنتكلم وإحنا سعداء باسم ندينا ومبسوطين إن عندنا نادي أو عندنا مجلس إدارة بيقدر يجب لنا رعاء بالشراكة طبعاً مع الشركة المتحدة لهذا الأمر فبالتالي اسم النادي الأهل كبير جداً خلينا نفتخر ودايماً نبقى مبسوطين